دلوقتي معد موجز لأهم الأخبار مع هالة شكرا شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن دياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني أن مجلس الأمناء سيناقش اليوم عددا كبيرا من مخرجات جلسات الحوار تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية وأضف المنصق العام أن معظم اللجان انتهت بالفعل من سيغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها مشيرا إلى انتهاء 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية أكد وزير الخارج ياسم حشكري أهمية اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا والذين عقد بالقاهرة مضيفا أنه شهد للطلاع على جهود إنهاء الأزمة السورية وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة أشار شكري الاعتماد البيان الختامي للاجتماع بتوافق جميع الأطراف لافتا إلى أن سرعة الوصول إلى حل تتوقف على جهود الحكومة السورية ودعم ومؤازرة الدول العربية ودعم وتفهم المجتمع الدولي للقضايا الإنسانية المرتبطة بالأزمة والتحدي المرتبط بالإرهاب وجدية التفاعل والاهتمام لتحقيق مزيد من الخطوات الإيجابية أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز حوار العسكري جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب قرب الحاجز مما أدى إلى إصابته بعدة رصاصات مشيرا إلى اعتداء قوات الاحتلال على تواقم الإسعاف ومنعها من الوصول إلى الشاب المصاب قبل أن تعتقله يأتي ذلك فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مداهمة قوات الاحتلال منطقة شرقي نابلس لتأمين اقتحام عدد من المستوطنين الإسرائيليين لمقام يوسف شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة تطبيق القانون على كل من يفتعلون الأزمات بهدف تأجيج الأوضاع الاقتصادية في البلاد وطالب الرئيس التونسي أجهزة الدولة بمواصلة اليقظة واستمرار المراقبة تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة مشيرا إلى ضرورة إحكام الرقابة في البلاد أفض مطار الخرطوم الدولي بإصدار سلطة الطيران المدني السودانية نشرة بفتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالقطع الشقي للبلاد وفي بيان أضف مطار الخرطوم أن سلطة الطيران المدني أعلنت تدشين مركز بديل للملاحة الجوية في مدينة بورت سودان شرقية البلاد أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق إقليم كالوجا الروسي دون وقوع إصابات أو أضرار يأتي ذلك فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني دخول مجموعة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي المجال الجوي لمصب نهر الدنوب وأضف الجيش الأوكراني أن المسيرات الروسية اتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا فيما طالب حاكم منطقة أدسا الجنوبية من سكان منطقة ميناء إسماعيل الاحتماء بالمخابع قبل إلغاء الإنذار في وقت لاحق أعلن حاكم ولاية هواي الأمريكية جوش جرين ارتفاع عدد من لقوا مصرعهم قراء حرائق الغابات في جزيرة ماوي بالولاية إلى 101 وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم زيارة هواي وأضف في كلمة له بولاية ويسكنسون أن الحكومة الأمريكية ستقدم الدعم للمتضررين قراء هذه الحرائق لافتا إلى أنه ناقش الأزمة مع حاكم ولاية هواي مؤكدا استمرار جهود الإنقاذ هناك في ظل استمرار اشتعال الحرائق يلتقي منشستر سيدي الإنجليزي في العشرة من مساء اليوم مع إشبيلية الإسباني باليونان في بطولة كأس السوبر الأوروبي ويشارك منشستر سيدي في السوبر الأوروبي بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا بينما يشارك إشبيلية بصفته بطلا للدوري الأوروبي انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل